السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم فيديو بيكمل الفيديو السابق عن الهاردات رح نحكي فيه عن برنامجين أول برنامج بيعطينا العمر المقدر للهارد ديسك كم بقي بعمر الهارد ديسك وكم يوم يعني هيك تقديريا كم يوم رح يشتغل لقدام والبرنامج الثاني رح يعطينا كم مرة اشتغل الهارد وكم ساعة اشتغل وكتير من المعلومات والتفاصيل تابعوني البرنامج الاول تركتون طبعا رابط البرنامجين بالدسكريبشن تحت الفيديو هاي مجرد انه تحط الرابط هون تضغط انتر بيطلع لك البرنامج تمام هاي البرنامج طبعا هادا منه نسخة مدفوعة ومنه نسخة مجانية نحن بنحمل نسخة مجانية ما بلنا البرنامج دائما بلنا نحن بس مؤقتا نطلع على عمر الهارد الافتراضي يعني بنطلع على عمره قديس جودته كيف اداءه لحد الان ننزل نسخة الستاندرد وننصب البرنامج ما فيه لغة عربية مع الاسف هاي البرنامج صار عنا هون فنش هاي عبيد لك حط الكيه اذا بدك تشتري نحن بس بنا نطلع على نظرة اولى يعني نحن بنا نشوف الهاردات حاليا بالوقت الحالي كيف الاداء تبعه قديش الهلف تبعه العمر تبعه ندخل عنا اول هارد انا وصلت لتلات هاردات اول هارد اللي هو الميكانيكي 500 جيجا بايت وسترن ديجيتال هاي عاطيني الاداء تبعه 100% والهيلث الهيلث تبعه 100% عاطيني هون شغال 194 يوم وتسع ساعات تقريبيا يعني هون عبيد لنا الفترة المقدرة لانه يعني مثلا كم يوم رح يشتغل تقديريا حاضط لي هون 1000 يوم وهي اكتر من 3 سنين تقريبا يعني 3 سنين تقريبا المهم نجيه على الهارد التاني هاي الهارد التاني شغال 15 يوم متواصل و 18 ساعة وباقيله تقريبا ايضا 1000 يوم هذا هارد SSD عندي والهيلث تبعه 100% والبرفورمنس تبعه 100% الاداء الهارد الاخير ايضا نفس الشي شغال عندي لمدة 18 يوم متواصل 21 ساعة و 100 وبقيانه تقريبا 1000 يوم طبعا هاد البرنامج متل ما حكيت لكم هاد البرنامج هو مدفوع تمام لكن فيك وتدخلوا عليه تشوفوا وتاخدوا نظرة هيك اولى عن الهارد فيك مسلا اول ما تشتري الكمبيوتر تنزله وتشوف المعلومات وبعد انتهسفه تمام بيعطيك هون كتير كتير من المعلومات نحن راح نشوف الى البرنامج التاني البرنامج التاني طبعا مجاني 100% ورح حط لكم ايضا رابطه بسندوق الوصف تحت كريستال ديسك انفو من اسمه مبين اول ما تفتح البرنامج عندك هيك تجي على الانجوج ان تعطيه لغة عربية هيك صار عندك برنامج عربي كيف من بلش من الهارد الميكانيكي الحالة جيد شايفين هون بيعطيك حالة بس جيد ليش انا استعملت البرنامج الابدل انا بيعطيك من 100% كم تمام لكن هون بيعطيك بس انه جيد او اداء عادي او انه سيء عدد مرات توصيل التيار هون عطيك معلومات اضافية عطيك عدد مرات توصيل التيار يعني كم مرة شغال هاد الهارد كم مرة وصلان له كهرباوم اقلع هاد الهارد تسعمية وستة وسبعين مرة الهارد هذا قديم نوعا ما ساعات توصيل التيار يعني الساعات اللي مضى فيه وموصول بالكهرباء وشغال 4000 ساعة 4500 ساعة تقريبا اش عنا كوان معلومات مهمة هاو اهم شي عنا هاو اهم شي عنا ندخل شايفين هون هون في بعض المعلومات ما بتظهر للمهاردات الميكانيكية بتظهر بس لـ M.2 والSSDات الساتة ندخل لهون هاد الهارد هاد هو الـ SSD 240 جيجا ساتة SSD تمام هون عاطينا اجمالي عدد عمليات القراءة شايفين كيف قارئ يعني انا قريام منه 1300 جيجا بايت وكاتب عليه 418 جيجا بايت تمام معدل دور هون اكيد مافي لانه هاد هارد SSD مانو ميكانيكي طبعا بنرجع على الميكانيكي انا هون ما حط اللي معدل دوران ليش ما بعرفها جربوا عنكن انتو عاد مرة توصيل بالتيار كهربائي جي كهرباء 182 مرة شغال 378 مرة 378 ساعة بنجيه على الهارد الاخير اللي هو الـ 250 جيجا اللي هو M.2 SSD طبعا الفيديو اللي ما شاف الفيديو السابق بالفيديو السابق شرحنا برنامج كريستال ديسك مارك هذا اللي بيعطينا اللي بنقدر من اس فيه سرعة كل هارد ديسك من الهاردات سرعات جميع لوحدة التخزين سرعة القراءة وسرعة الكتابة فيه شرح تفصيلي بالفيديو السابق فيك تشوفه لو بيهمك الموضوع وهذا الاخر هارد عنه متل ما اكون شايفين المعلومات تبعه قريب منه كتير ليش هون العدد الرقم عاري جدا لانه هو اصلا هاد الهارد انا معتمد فيه اللي بنزل عليه النظام والنظام دايما يا هلا بنجي نحن مثلا بنجي على اداة المهام ندخل على العمليات وشوفوا النظام مش قد بيطلب هاي كلها عمليات شغالة بالخلفية كلها عملي من هالعمليات تستعين بملفات موجودة بقرص النظام فلذلك بيكون القرص اللي منزل عليه النظام اكتر قرص بينتهي عمره بسرعة تمام؟ ان شاء الله اكون فيتكن بهالمعلومات هاي دي لو عندك اي سؤال اكتب لي بالتعليقات لو اي شي بتحب انه احكي عنه لو تواجهك اي مشكلة تقنية فيك تتواصل معه او تكتب لي بالتعليقات تحت انا رح حاول جاوب على الكل ان شاء الله قريبا ان شاء الله رح اكمل هاي السلسلة كل مرة رح نزل فيديو جديد بيحكي عن معلومات جديدة عن الهاردات بفيديو القادم ان شاء الله رح اختبر سرعات وصلات كابلات موصلات الهاردات كابلات تبع توصيل الهاردات يعني الهارد الميكانيكي او الساتة طبعا اذا بديو وصله على الكمبيوتر كيف وسرعة الكابلات رح يكون اسرع على الـ USB او رح يكون اسرع على الـ SATA رح اشوف مع بعض ورح يكون اسرع مثلا على الـ USB العادي 2.0 او 3.1 كيف رح تكون السرعة كلها المعلومات راح أحكيها بالفيديو القادم إن شاء الله فأتأكد أنك مشترك بالقناة لو عجبك الفيديو حط لايك لو ما عجبك حط ديسله وكتب لي شو اللي ما عجبك كان معكم محمد هاي قناة كيوتيك السلام عليكم اشتركوا في القناة